موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحفة نبدأها من موقع السورية نت الذي نشر مقارن لهشام منور بعنوان ملف المعتقلين ورقة النظام التفاوضي الأخيرة حيث تبدو الأمور في سوريا سائرة نحو عقد جولة جديدة من المفاوضات وحده الله يعلم إن كانت تهدف إلى إيجاد حل سياسي للبلاد أو إكساب النظام في سوريا مزيد من الوقت لالتقاط الأنفاس قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري حول التفاوض مع رأس النظام بشار الأسد إن علينا أن نتفاوض في النهاية كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار عملية جينيف واحد مضيفا ما نحاول العمل عليه هو جعل الأسد يأتي وينخرط في المفاوضات رد رئيس النظام بشار الأسد عليه عبر التلفزيون الإيراني قائلا ما زلنا نستمع لتصريحات وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر مشترطا أن تبدأ أي تغييرات دولية في هذا الإطار بوقف الدعم السياسي لمن وصفهم بالإرهابيين ووقف التمويل ووقف إرسال السلاحة وبالضغط على الدول الأوروبية وعلى الدول التابعة لها في منطقتنا والتي تقوم بتأمين الدعم اللوجستي والمالي وأيضا العسكري عندها نستطيع أن نقول إن هذا التغير أصبح تغييرا حقيقيا النظام في سوريا التقط الإشارة الجديدة القادمة من واشنطن وشرع بإبراز أحد أوراق القوى التي يمتلكها وهي ملف المعتقلين الذي تعامل معه النظام كأحد الأوراق المطروحة للتفاوض فالنظام يرتهن عشرات الآلاف من السوريين في معتقلاته ويقدر ناشطون عددهم بنحو مئة ألف معتقل بينهم أطفال ونساء وهو يستخدمهم كورقة ضغط على المعارضة السورية خصوصا المسلحة منها بين الفينة والأخرى يتصدر ملف المعتقلين غالبية المفاوضات التي دارت بين النظام والمعارضة ولسيما على مستوى مفاوضات الهدن أو كما يسميها النظام المصالحات المناطقية إذ عادة ما يتعهد للفصائل المعارضة المسيطرة على تلك المناطق بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة مقابل توقيع الهدن غير أنه لم يطلق سراح إلا قليل منهم حتى اليوم بحسب مصادر معارضة ملف المعتقلين وقضايا المساعدات الإنسانية من أهم الملفات التي يراهن عليها النظام لإضعاف الحاضنة الشعبية لمن يسميهم النظام المجموعات المسلحة إضافة إلى أنهما يتصدران مطالب المعارضة اليوم كما يرى هو وحده ومعه المحللون المقربون من دوائر النظام يريد النظام أن يتاجر بملف المعتقلين لديه وقد يعرضه للتفاوض مع الأمريكيين ضمن إعادة إحياء الخديث عن المفاوضات بين المعارضة والنظام ولتظل الشكوك والتكهنات قائمة حول الغاية من الذهاب إلى جينيف مرة ثالثة والجلوس مع نظام بضاعته المتاجرة بأبناء شعبه على طاولة وتقديمهم كقرابين على مذبح التوسط لتمديد بقائه ليس إلا نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريراً ميدانياً للصحفية نرسمح بعنوان المدافعين عن اليارموك ويتحدث التقرير عن القتال الدائري في مخيم اليارموك بين تنظيم الدولة من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها والجبهة الشعبية القيادة العامة من جهة أخرى وتقول الكاتبة إن شوارع المخيم كانت خالية إلا من بعض المقاتلين الذين يتراكضون بين أزقاته محاولين تجنب رصاص القناصين مضيفة أن البنايات في هذا الجزء الشمالي من المخيم مدمرة بشكل كبير وتم خرق الجدران للتنقل من بناية إلى أخرى دون المخاطرة بالخروج للشارع حيث ينتظر القناصة وتغطي أستائر الضخمة ثغرات كبيرة في الجدران لإخفاء حركة المقاتلين عن أعدائهم ويلفت التقرير إلى أنه بعد عامين من القتال لم يبقى من مخيم اليارموك سوى هيكله الفارغ وازداد الوضع سوءا مع الهجمة الأخيرة لتنظيم الدولة وتمسك كل من مقاتلي الجبهة الشعبية القيادة العامة ومقاتلي المعارضة بالمناطق التي يسيطرون عليها ويبدو مستقبل المخيم كئيبا حيث يرجح أن تستمر هذه المعركة وقتا طويلا وتذكر اسماحة أن شمال المخيم يقع تحت سيطرة الجبهة الشعبية القيادة العامة بينما يسيطر الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني الميليشيات التي تدعمها الحكومة على الأطراف الشمالية والشرقية ويقع بقية المخيم تحت سيطرة تنظيم الدولة وجبهة النصرة ومجموعات معارضة أخرى وتفتح المناطق الشرقية والجنوبية من المخيم على مناطق تسيطر عليها المعارضة وتصف اسماحة المخيم بأنه عالم مصغر من الولاءات التي خلفتها الأزمة السورية وقد شهدت المعارك مع تنظيم الدولة مؤخرا تغييرا للولاءات حيث انتقل عدد من مقاتلي أكناف بيت المقدس التي تسيطر عليها حركة حماس للقتال بجانب النظام بعد أن قام تنظيم الدولة بقطع رؤوس عشر من المنتمين لها ولكن مقاتلين آخرين انتقلوا إلى جبهة النصرة وتنظيم الدولة وتخلص فورين بوليسي إلى أن هذه الكراهية متبادلة بين المقاتلين ففي المناطق التي سيطرت عليها الجبهة الشعبية القيادة العامة وجد المقاتلون كتابات على الأسوار تقول سنلاحقكم يا كلاب الجبهة الشعبية القيادة العامة صحيفة الانديبندنت البريطانية نشرت تقريرا لروبرت فيسك تحت عنوان من يقصف من في الشرق الأوسط وخلص الكاتب في التقرير إلى أن الرابح الوحيد من الحروب الدائرة هو الشركات المصنعة للأسلحة وقال فيسك إن السعوديين يقصفون اليمن لخشاتهم من الحوثيين الذين يعملون لصالح إيران كما يقصفون عناصر الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وتتبع الإمارات العربية المتحدة خطى المملكة ولفت إلى أن النظام السوري يغير على أعدائه وتستهدف طائرات تابعة للحكومة العراقية أهداف معادية أيضا مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود تحالفا ضد داعش تقصف مع فرنسا وبريطانيا والدانيمارك وهولندا وأستراليا داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية ولكنها لا تتواصل مع الحكومة السورية وبعد استعراض ضربات الجوية لفت فيسك لأن طيران الشرق الأوسط هو الوحيد الذي يحلق فوق سوريا اليوم وبالرغم من مرور طائرات فوق الرقة مع قل داعش فهي لا تصطدم بطائرات التحالف وكشف فيسك أنه خلال الأيام ثلاثة الأخيرة طلب من عناصر حزب الله العودة إلى سوريا خلال الأسبوعين القادمين من أجل المشاركة في معركة القلمون الضخمة وذلك لإفشال محاولة داعش بالدخول إلى لبنان وقطع إمدادات الحزب من الهرمل إلى بعلبك وجنوب لبنان وبحسب فيسك فإن الرابح من هذه الحروب هم مصنع الأسلحة مشيرا إلى أن شركة رايثون ولوكهيد مارتن زودت السعودية بصواريخ بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار خلال عام 2014 فقط ومنذ ثلاث سنوات نقلت ديرش بيغل عن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر السعودية من أبرز مستورد الأسلحة كما أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي عن بيع طائرات رفال 24 إلى قطر بقيمة 5.7 مليار دولار وكانت نصر اشترت منها مسبقا وختم فيسك بالإشارة إلى ما قاله رئيس الأركان الفرنسي بيردو فيلير بأن العراق الدولة تتفكك معتبرا أن مصطلح التفكك يمكن أن يطبق على الوضع في الشرق الأوسط عامة صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالا لحسين عبدالعزيز تحت عنوان القلمون هدف استراتيجي للنظام السوري والمعارضة أعتبر فيه الكاتب أن معركة القلمون الغربي المقبلة الذي يمتد من رنكوز جنوبا على بعد 45 كم من دمشق إلى البريج شمالا قبيل القصير بكيلومترات تشكل هدفا استراتيجيا لكلا الطرفين موضحا أن المعارضة المسلحة تسعى إلى استعادتها لما تشكله من نقطة وصل بين حمص وريفها ودمشق وريفها أولا وتأثيرها على مسار المواجهات في عموم سوريا ثانيا وتطويق عناصر حزب الله الداخلين والخارجين من لبنان إلى سوريا ثالثا وإعادت الاعتبار لنفسها مع إنهائها حالة استاتيكو المستمرة منذ نحو عام ونصف في المنطقة رابعا وفي المقابل يشير الكاتب أن حزب الله الذي يحاول إخفاء المعادلة السورية في معركته المقبلة حماية النظام يهدف إلى وقف النزيف البشري الذي يعاني منه منذ انتهاء معركة يبرود منتصف آذار من العام الماضي ومنذ ذلك الوقت يتعرض الحزب لخسائر بشرية بدءا من المعارك التي جرت في آب الماضي مع دخول داعش والنصرى إلى عرسال وانتهاءا بالهجوم الذي شنته النصرى وفصائل أخرى على أربعة مواقع هي المسروب جب اليابس الحمرى شيار شعبة حميدة منتصف نيسان الماضي وسيطرتها على عدة تلال تكشف طرق الإمداد التي يسلكها عناصر الحزب من لبنان إلى القلمون في صحيفة العرب اللندونية نطالع مقالا لخير الله خير الله بعنوان تفكيك وليد جنبلاط للنظام السوري تطرق فيه الكاتب إلى شهادة الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قائلا إن جنبلاط قد عرى النظام السوري وفككه من خلال معرفته برجاله مضيفا أن جنبلاط كشف بحسه السياسي المرهف طبيعة النظام الذي دمر سوريا وكاد أن يدمر لبنان لو لا صمود اللبنانيين وإصرارهم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بلدهم ورأى الكاتب أن هناك نقاط عدة يمكن التوقف عندها عند سماع جنبلاط يدلي بشهادته في لهاي أمام المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه فضلا عن جرائم أخرى أحيلت أو يمكن أن تحال عليها واعتبر أن أهم ما في الشهادة كشفها الوجه الحقيقي للنظام السوري في أيام الأب وفي أيام الإب مؤكدا أن لا فارق كبيرا بين الأبي والإبن باستثناء أن الأول كان يعرف جيدا كيف يخفي الطبيعة العلوية للنظام عبر تغطيتها بشخصية من سونة الريف مثل العماد حكمة الشهابي الذي كان رئيسا للأركان أو السيد عبد الحليم خدام الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية وأشار الكاتب إلى أن من يستمع إلى وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية يدرك لماذا انتهى النظام السوري بالطريقة التي انتهى بها لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى التدمير ولا شيء غير التدمير حيث عامل على تدمير لبنان ويعمل حاليا على تدمير السوريا وفشل في تدمير لبنان كليا لكنه زرع فيه أمراضا سيكون من الصعب عليه التخلص منها خصوصا بعدما أقام هذا التحالف مع حزب الله الذي ليس سوى ميليشيا مذهبية تعمل لمصلحة إيران ولا هدف لها سوى نشر البؤس والفقر في الوطن الصغير موقع عربي 21 نشر مقالة لإسماعيل ياشى بعنوان المطلوب معالجة المشاكل بحكمة يروي فيه الكاتب قصة ناشط سوري تعرض للضرب والإساءة من قبل رجال الشرطة التركية في مطار اسطنبول ويقول الكاتب ألمتني هذه الإساءة مرتين الأولى لوقوعها في بلد أنتمي إليه والثانية لاستغلالها على نطاق واسع في الدعاية ضد بلد يشهد جميع المنصفين بوقوفه إلى جانب ثورة سوريا ويتحدث الكاتب عن قصص تدور على ألسنة الناس فيتحدث أحدهم عن سوري ركب التاكسي ورفض أن يدفع الأجرى وآخر يضيف قائلا إن هناك من يدخل المطاعم من السوريين ويأكل ويخرج ويقول فليدفع الفاتورة أردغان تركيا فتحت أبوابها لأشقائنا السوريين ولكن الأوضاع فيها ليست مثالية بل إن هناك سياسة تحريض ممنهجة ضد اللاجئين السوريين تقوم بها وسائل إعلام بوالية للنظام السوري ومهلالي طهران بالإضافة إلى بعض الأحزاب مثل حزب الشعب الجمهوري الذي يدعو إلى طرد اللاجئين السوريين وانضمت إلى هذه الشلة الفاسدة في الفترة الإخيرة وسائل إعلام جمعت كولن من خلال نشر أخبارهم ملفقة تحرض المواطنين ضد اللاجئين السوريين السوريون الذين نزحوا إلى تركيا فيهم الصالح والطالح ومن يعمل لصالح نظام سوري أو لصالح أنظمة تعاد تركيا وحكومتها كما أن المواطنين الأتراك يوجد بينهم جميع الأشكال والألوان وأصحاب التيارات والميول المختلفة وهناك موظفون قد يتصرفون بدوافع طائفية وآخرون ينتمون إلى الكائن الموازي الذي يسعى إلى أحراج الحكومة أمام المواطنين فالمطلوب اليوم ليس السكوت على الإساءة وللمجاملة ولكن معالجة هذه المشاكل بالحكمة وبطريقة لا تعقد الأمور ولا تساعد هؤلاء الذين يسعون لإثارة الفتنة بين الأتراك واللاجئين السوريين ويحرضون المواطنين ضد الحكومة ولا داعي لتسهيل مهمة أعداء الشعب السوري وثورته ويمكن أن تعالج المشاكل من خلال طرق قانونية وبمساعدة أشخاص يعتبرون كرامة اللاجئ السوري مثل كرامتهم وهم كثر ولله الحمد والمنى صحيفة تركيا التركية نشرت مقالا لرحيم آر بعنوان إلى أين سترسلون السوريين؟ رأى فيه الكاتب بأن الوعود الانتخابية التي طرحها زعيم الحزب الجمهوري والتي تخص السوريين تعتبر بمثابة الطعنة الجارحة لقلب الإنسان فبأي منطق يطلق هذا الرجل مثل هذه التصريحات؟ فما الذي تغير في سوريا كي يقوم كالجدار أغلو بإعادة السوريين إلى ديارهم؟ فصراع الداخلي مستمر ومع مرور الأيام فإن الوضع الداخلي يزداد سوءا إذن فمن غير المنطقي تسليم هؤلاء السوريين الذين ذاقوا الأمرين من النظام البعثي إلى بشار الأسد وفي حال حدوث ما يتوعد به كالجدار أغلو بحق السوريين فإن مصير هؤلاء معروف إما أن يعدموا أو يقتلوا بالرصاص الحي أو أن تكون سجون الأسد مسكنا لهم إلى ما لا نهاية إن العقلية الحاكمة في هذا الحزب لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عقود فما زال متمسكا بفكرة التفرد في السلطة والاستبدادية المطلقة تجاه الأجانب فالكل يعرف قصة الأذريين الذين لاجعوا إلى الأراضي التركية بغرض الاحتماء هاربين من ظلم ستالين والكل يعلم كيف أن الزعيم حزب الشعب الجمهوري أصمت إنونو قام في عام 1946 بإعطاء أوامره بضرورة تسليم هؤلاء الأبرياء إلى القوات الروسية وعلى جناح السرعة حينها ذهل القائد العسكري التركي الذي كان يشرف على حماية الحدود هناك لكنه أجبر على تنفيذ الأوامر وقام بتسليم الأذريين إلى الروس وعيناه تمتلئان بالدموع حزنا على المصير المأسوي الذي ينتظرهم وبالفعل قامت القوات الروسية بإعدامها أولاء الأذريين فور استلامهم إياهم وعلى الجانب الآخر من النهر وأمام مرأة ضباط الأتراك وأمام هذا المنظر المروع قام الضابط التركي بإطلاق رصاصة على رأسه ليكون الشهيد رقم 147 في ذلك اليوم الذي دونه التاريخ على صفحاته السوداء ونقش اسم حزب الشعب الجمهوري على رأس تلك الصفحة الدولة التركية وعلى مر التاريخ فتحت أبوابها في وجه المظلومين الذين أتوا إليها بقصد الاحتماء من ظلم الطغة ويتساءل الكاتب قائلا لو كان المشهد السوري عكس ما يجري الآن ولو أرغمت الطائفة العلوية للوجوء إلى الأراضي التركية فهل كانت قيادة هذا الحزب سيطلقون نفس الوعود يترى وأمام هذا الوضع يجب على حزب العدل والتنمية أن يعيد السوريين بمنحهم الجنسية التركية وعلى قيادة حزب العدل والتنمية أن تعلن بأن السوريين لهم الخيار بعد ذلك في العودة إلى بلادهم بعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في بلادهم وحينها يكون هؤلاء مواطنين لكلا دولتين ويشكلون جسرا بين تركيا الجديدة وسوريا الجديدة بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة